بمسحة واحدة اختي غتخلصي ليمتي حاجة اسميها الشعر الزائي داي اختي نوضيح يديع لي العقز وجربي لي هاد الوصفة الكريمية اللي غير كتبقيها على اللابو ديالك كتفركيها كتزولي لي الشعر الزائي تسبو غات نمشو الكلي في الحبوب اي مشكلة اختي كان في الوجيه ديالك ولا في منطقة العانة ولا تحت الابطين غتخلصي منو وبشكل نهائي جربوها البنس وردو علي وداعا الشفراء وداعا الحلوى وداعا لأي حاجة اختي كانت في الجسم ديالك ولا شي حاجة كما كنقولو محمقاكم ستيك ما بخلي عندك لقى انا لا خاطر لتعرضي لتشي حاجة الشعر ديالك كتف وقوي وسميك في حال وفي حال ديالا الراجل كحال كي يخلع فاليوم اختي غدي تسولي قرعا ان شاء الله ما فيك حتى شي ضغبة زائد انو الملمس ديالا بو ديالك غيولي يرتب كي يحمق وفيها حتى تفتيح وطبيض ووحد لمعان ورويح زوين الجسم او بسحتكم وراحسكم يلا هوا معانا باش نتعرفو على مقادر الوصفة طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها من طبيعة الحال بساشي اختي ديال الخميرة فقط غت خلص اليوم شي حاجة اسميها الشعر الزائد الشعر اختي اللي يمطيرو لك ما بقلي عندك لقى انا لا خاطر لباش تعرضي لباش تفرحي وتنشطي اليوم اختي غنزولو هادشي كامل بساشي واحد ديال الخميرة ديال حلوة كمكوين اساسي ورائيسي اللي ماشي غدي غيزولو لك الشعر انما هدي ساعدكم البنات في التفتيح في التبييد في علاج البوقة علاج السواد علاج داسبوغات علاج لايطاش علاج الكحولية الزروقية اي مشكلة اختي عندك في الوجيه ديالك في الباقتي انتم ديالك كذلك الشعر 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 اللي عندك كثيف وغليد بحال وحال ديال الراجل يعني شعر طويل ماشي دك شعر القصير ولا دك شعر اللي كيكون قليل قليل وشهب اللي عندك كحل كحل غري وغليد فبكترة ما عندك شعر مبقات عرفة تمديلي كل مرة وساعة كتجيب الشفراء وكتجيب هاد الماركة ها شفراء بمية درهم ها شفراء بخمسين دعم ولكني كتضيع الفليسة دياله الخووي بلس انو المنتاق وكتبقى الزرقاء كحلو ما فيها ميتشيف زائد البنات اللي عندهم مثلا شعر كما قتلكم لي ضغية ينود يعني سريع فالنمو دياله مثلا اليوم كتجيشت تلقيها الثاني ضغيانه كالي كتجيب اللاسية غلاسية طبيعي لبنة تكتهي ججلده وكتسها ترهلها كتحسي بيها مترهلة ما فيها ميتشيف طبيعي الحل الوحيد هو الوصفات والليبوماد اللي كتخدميه وفضارك ماشي دوك ديال خمسة دقائق بلا ما ندكر الاسم دياله ما دوك البنات توم لقد قمت بها مزوينينش لأنه انا واحد المراج حالة كنت ادرتها غير دوفي كنت زربانة زربانة فكان عندي واحد الموعيد ضغياء وكنت غير درتها وفتت واحد شوية يعني فتات قربا 6 دقاق فشوطت ليها لبنات الفقشفيف ديالي وخرقت ليها هديك البغتية لبنات ونوضت ليها فيها الحبوب عفتين ميهد بدك الحبوب بدك تفرق عليها تتولميه واضطريتني غير دولة لبنات فحداري من هاد النقطة بومادي خمسة دقاقرة مزوينينش واختفهم ضد الحساسية وهذا شيء كامل ولكن للاسف ما كيسبب بغير التهلوكة والمشاكل الكبيرة فبعدوا على شفرة لسيغ الحلاوة والت الحلاقة مويمة شي كامل واحسن حاجة هو زغم طبيعة الحال ولكن دائما كيبقوا الحساس دياله غالين في كل بارتي انا اللي غنصحكم به هو الوصفات الطبيعية اللي كيكونوا هكدا ساهلين مالين تخدميهم بحل شي كريمة باش تزولي الشعر الزائد وتزولي البوقاع وتزولي هاد شي كاملو ويلا هم عانا باش نتعرفوا لما قادر الوصفة ولكن قبل ما تساونيش من اللي لايك اللي لايك حاولي سكترونهم اللي يجعلهم في ميزان حسناتكم اشتركوا في القناة وفعلي اغتيزة للجارة باش هكدا يبقى يصلك الجديد ويلا هم عانا باش نتعرفوا لما قادر الوصفة المويمة سوف نحتاجوا ساشي واحد دي الخميرة دي الحلوة عندي انا هذا من فئة هاتذار شي هذا من فئة 8 جرم لبنات زوين سوف نحتاجوا اغتيام موهات البرد اما ما تظهر لك يكون بارد ومنعيش هكدا يبرد لك الوجيه ديالك يخليك الحيوية يخلي لك اللامعان يخلي لك لابغيانس يعني المات البرد والما تظهر زوين 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 بزف وعنده بزفت المنافع وبزفت المزايا البنات سوف نحتاجون نشا او ما يسمى البنات بالضرة او المايزينة هنا البنات عندي هاد النوعي ديال اديال فيها 180 كرام ها هوا البنات هاد نشا رغزيل نعوي شكل ديالو نشا او ما يسمى بضرة فقولنا ساشي واحد ديال الخميرة هنحتاجون موهد هنحتاجون نشا او ما يسمى البنات بالما يزينة وغادي نحتاجون طبعي الحال معجول اسلان هن عندي بزفت الانواع انوريكم اضافة بالفاخر و القرنفل اضافة بالفاخر اضافة بالفاخر اضافة بالفاخر اضفة بالفاخر دفخة 50 غرام كل واحدة جميع الماركة نحتاج اخر مكوين مكوينته مكوينة المناطيين ترمس لا حق المعين موجودة عند العطار المناطيين الذين يتعلمون لأنه موجودة عند العطار لحبات دائرين كبار وكتخدمي بيهم زمين بزاف سرحت الله هالبنات كيفتحوا كيعالجوا للحبوب واهم حاجة عدنا احنا من هادشي كامل في هادلاغواسات هي انهم كيزولوا الشعر الزائد من الجدر يعني الشعر الزائد كيحيدوها البنات من الجدور ديالو وكيمنع النمو ديالو فبحالو بحال لازع يعني واتقريبا رابا دي اللازع فكيزول دك الشعر بحالو بحال لازع وزوين ورخيص واقتصاد المهم هادشي اللي كينا البنات على بركة الله نزول طريقة ديال التحضير والحاجة اللي بمسان ناخد هادشي هذا ديال الخميرة ديال حلوة وغادي انضيف لها كيميا ديال ماورد والحاجة اللي بمسان ناخد ديال مión خمسة اللي بمسان نام där وغادي بمسان نامر جميعوا الشعر يومي لها كيمياة اصبحوا الطاقة يومي بحالة كيمياة كيمياة نشاهد الوصفة نضيف كمية نشا 180 كرام الانشا نستخدم الانشا 180 كرام سعيد يجب أن يتحمق يفتح يساعد في إيزانة ومنع النوم فاوز كما قلنا بايا بسم الله على بركة الله نأخذ مع القلب الانشا او ما تسمى بطرة نحاول نخلط جيدا الانشا الانشا كما رأيك نحن نشا ونحن نشا ونحن نشا كما تنضيف كما تنضيف الانشا الانشا نحن نشا ونضيف سوف تنضيف كما تنضيف ونحن نشا من الانشا من المرات من فضلك أين مرحل اكتش مرحل لا تدريد الانشا سوف نتخدم ونحن نشا اشتركوا في القناة اشتركوا في ازالة الشعر اشتركوا في ازالة الشعر يمنع نمو الشعر يزولوا بشكل نهائي و يمنعوه لا يجب أن ينوض يخضر المنطقة التي تزولي من الشعر الزائد على منطقة العانة منطقة الرجلين تخضر احساس النزعة لا يجب أن تزولي يجب أن تضيف هذه الزوينة اقتصادية رخيصة منذ أول استخدام لتعطي النتيجة يجب أن تضيف نضيف نضيف نشاء 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 نضيف القضية الترمس الترمس عشبة عند العطار وعشاب بودور كبير يمنعوه كبير كبير يخضر كبير 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 يجب أن تضيف كبير يجب أن تضيف كبير نضيف كبير 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 الترمس ونجمع نجمع نجمع نضيف اضيف كبير بطريقة الكبير نضيف الترمس المترجم سوف نضيفه وانتون من اتباع الحالة لكم واسع النظر انا كنت اعجبني كثير لانه مني كان نضيفه سوف نطبقه معكم ونفرق مثلا انا اجرام حيدة من الشعر فمنيك تفرقيها الشعر يطير من جدر و بالتالي لا تحسيش به بزرد البنات يدير وصفات ولكن منيك يبدو ينزع الشعر يحسو بالأهم الشديد فهذا هو المشكل اللي كيوقعوه فيه بزاف ديال البنات فهنا ايه كان بغين نقول لكم خدموه بمعجول اسنان كيبيض يعني البزافة البنات غالطين ما عارفينش انه معجول اسنان كيبيض وكيعالج بزاف ديال امور فالمهم هنا ايه اغزالتي نضيف كمية ديال معجول اسنان وكننخلط نضيف كمية ديال وهذا هو الشكل ديال المصفة ما شاء الله شوفوها بعدها القوام ديال هالكريمي و الشكل دياله كيف اشدير كي يحمقها البنات كي يهبل فذهبا مع لي الا تطبيقها انا نديرها علي ديال انا نديرها علي العانة على ايه بغتي ولكن باش نجح معك خليها تجف خليها تنشف تيبس عاد من بعد يبدي تفركي فيها وهكدرها غادي تارلك الشعر الزائد من جدر هانتوما باش تفهموا انا نديرها تجف تقريبا تاخد ما بين خمسة إلى عشرين دقيقة ومن بعد انا نشف وكان بداء نفرك مني كان فركي يطير الشعر من الجدور دياله هدي الوصفة البنات اللي كنت دي ما 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 كنت دعمونا باللهكات لايكات لايكات تكتروا منهم الاشتراك في القناة مع تفعلكم جزي الجرس ونطلق معكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة وما تنساوش أي واحدة جربة البصفة تقولينك فجأتاو في التعليقات شكرا